اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح الخير سالي كيفك اليوم مع البردات كيفك بلشنا نحنا بنقول دايما ان شاء الله يكون هاد شتي خير وبركة ويخف شوي البرد سالي على العالم يتأمن الموضوع تتأمن وسائل التدفئة وهم من هات كله ما يكون في تقنين كتير الكهرباء اكيد ان شاء الله هي الرسالة يتوصل اكيد هي معاناة الكيل بس ان شاء الله متل ما قلتي هيك الشتوية تجي هيك خفيفة على العالم اكيد سالي بنرجع نقول صباح الخير لكل من عم بتابعنا بهذا النهار المميز صباح الخير لكل العيلة بالشام وبر الشام امت تابعنا اليوم مع جمعية العيلة مع هالمة الحلوة كتير من المواضيع الطبية والاجتماعية حتكون مرافقتنا لليوم واكيد فقرات كتير متعددة وبدي ارجع صباح عليك يسالي مرة تانية يساد لصباحك يساد لصباحك عن جديد فرح اكيد صباح كل من انضم لقلنا ليرافقنا برحلتنا الصباحية لليوم جمعة مباركة عليكم ان شاء الله الدفاع يعم قلوبكم وبيوتكم ان شاء الله السعادة متفارقكم كتير متل ما قالت فرح فقرات عديدة ومت نوعها رح نكون فيها ضمن ساعة وربع ان شاء الله نقدر نوصل الرسالة للكون وتكون فقراتنا مفيدة ومضمونة بهم فاصل صغير ومنبدل اشتركوا في القناة 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 اللي دايماً منشوف بمثل هاليوم شو صار من أحداث خلونا نتابع بالتقرير التالي اليوم 22 تشرين الثاني عبر الزمن والاسنين تسجلت كثير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرتها اليوم في مثل هذا اليوم من عام 1574 اكتشاف جزر خوان فرناندت قبالة سواحل تشيلي وفي عام 1914 القوات البريطانية تحتل مدينة البصرة العراقية قلال الحرب العالمية الأولى وفي عام 1943 لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا وبشار الخوري يتولى رئاسته عام 1955 الاتحاد السوفيتي يفاجر قنبلة هيدروجينية في سيبيريا عام 1963 اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي بعملية قنص أثناء زيارته لمدينة دالس عام 1974 الأمم المتحدة تمنح منظمة التحرير الفلسطينية وضع مراقب فيها عام 1975 ينصب أخوان كارلوس ملكا على إسمانيا بعد وفاة فرانشيسكو فرانكو وبناء على وصيته وبذلك أعيد النظام الملكي إلى إسمانيا عام 1977 بدأ رحلات كونكورد بين نيويورك وأوروبا عام 1990 استقالت مارغريت تاتشير من رئاسة الحكومة البريطانية 2003 معارضون للرئيس جورجي إدوارش فرنازي يقتحمون البرلمان مطالبين باستقالته 2005 انتخاب أنجلا ميركا المستشارة لألمانيا لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب من موليد هذا اليوم عام 1852 بولدو كونستينت سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909 1890 شاردي جول رئيس فرنسا من وفيات هذا اليوم 1963 جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون 1981 هانس كريبس عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب هي كانت أبرز الأحداث لليوم نهاركم سعيد فرح دائما بيخطر لبالنا هذا الغموض اللي بيكون بعالم الفضاء والكواكب وحتى بالدائرة الشمسية أديش فيه غموض فيها أديش نحنا كنا هيك ونحنا وصغار نراقب هدول الشغلات وكتير من نسأل عنهم صحيح صالي لكن اليوم يمكن هذا الغموض خف شوي اليوم في كتير أبحاث وكتير اكتشافات أكيد رح نشوفها أكتر ضمن تقرير هالتعلام خلونا نتابع أبرز الأحداث الفلكية معلومات يمكن لأول مرة منسمعه ومعلومات منعرفها ومنحب نتذكرها ومعلوماتنا لليوم في هل تعلم عن الفضاء والكواكب القمر الأكثر نشاطا في النظام الشمسي هو القمر جوفيان التابع لكوكب المشتري حيث توجد مئات البراكين على سطحه هل تعلم أن أطول وادي في الكون موجود في كوكب المريخ ويطلق عليه وادي مارينيز هل تعلم أن النظام الشمسي يكمل دورة واحدة حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريبا هل تعلم أن المركبة الفضائية ناسا فوجر هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي إلى الآن هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق وتسعة عشر ثانية عند انتقاله من الشمس إلى الأرض هل تعلم أن اليوم الواحد على كوكب الزهرة يعد أطول من عام كامل على كوكب الأرض هل تعلم أنه إذ تمكن الطائرة من الطيران إلى كوكب بلوتو فأن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 عام وهل تعلم أن غروب الشمس من على سطح المريخ يبدو أزرق اللون فرح في شيء اسمه الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية هي كائنات بحرية ذات جمال خلاب تنمو تارع في هيئة صخرية وتارع ببيئة طرية أو بصورة طرية وإليها يؤوي عدد كبير من الكائنات الحية على اختلاف أنواعها كالأسماك النباتات الطحالب هالمعلومة الغريبة وغيرها بالتقرير التالي بداية أخبارنا المنوعة لليوم من مقطع فيديو والثقاء عملية إنقاذ مثيرة نفذتها إمرأة أسترالية بحق حيوان كوالا بعد أن خرج بأعجوبة حيا من غابة تهمتها النيران لتحظى بلقب البطلة على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تلف الكوالا بقميسها قبل أن تسقيه الماء وتصبه على جسمه بينما يمكن سمع صرخات الحيوان المتألم وفي لقطة أخرى ظهرت المرأة وهي تلف الكوالا ببطانية وتحمله مبتعدة عن المكان موسيقى وإلى خبرنا الثاني أفاد التقارير بأن نصف حمير العالم في طريقها إلى الفناء خلال السنوات الخمس المقبلة وفق جمعيات مختصة بهذا الحيوان على وجه الخصوص وأشار التقارير إلى أنه يتم ذبح الملايين الحمير سنويا بسبب جلودها من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها لاستخدامها مكونا في الطب الصيني التقليدي وإلى خبرنا الأخير حيث الشعاب المرجانية التي تعتبر من كائنات بحرية ذات جمال خلاب تنم تارة في هيئة صخرية وتارة أخرى في صور طرية وإليها يأوي عدد كبير من الكائنات الحية على اختلاف أنواعها كالأسماك والنباتات والطحالب الغواص مايكل رايس تمكن بعد أربع ساعات من التقاط صور رائعة تظهر حركة أربع شعاب مرجانية واحد يبدو كأنه فم جائع وآخر وكأنه مغطف فقاعات العنب وهذه المهمة تطلبت منه أخذ أكثر من ألف لقطة لكل فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإعجاز بالخلق إن كان من عالم البشر وحتى الحيوان وحتى مثل ما شفنا بعالم البحار هي المخلوقات قدي فعلا هي بمجرد ما نتطلع فيها سالي بتحسي إنه في إعجاز كتير كبير بخلقهم صحيح مثل ما قلت يا فرع يمكن قديش منقول أو من مجد اسم الله بس نشوف هيك شغلات وتحسي كمان عالم واسع يعني نحن في شغلات نستمم نعرفها بعالم البحار في شغلات هيك صغيرة ممكن حتى في أحياء عايشين نحن ممكن ما نكون منعرفها مثل ما قلت بس دائما نحن سالي منقول ومنشجع إنه نحن نحافظ شوي على البيئة لحتى نضمن استمرارية هي الكائنات سواء الحيوانات يعني عم نشوف كنا استياد أعداد كتير كبيرة للطب الصيني فهذا الشي ممكن يشكل خطر على هذا النوع من الكائنات وكمان سالي ممكن نحن لازم نكون أكتر حذر لما منتعامل إن كان على شط البحر إن كان بالبيئة بشكل عام صحيح مثل ما قلت والشغلات حتى الصيد أحيانا كان حتى بالديناميد كان كتير خطر على عالم البحار بس بعتقد حدوا منه نوعا ما إن شاء الله يا رب هيك بتظل البيئة موجود للطبقة اللي عم يقولوا إنه هي بلشت مع الوقت من خلال متل ما قلت الشغلات المانا منيحة والتصرفات اللي هي مانا منيحة اللي عم يتم ممارسها بس إن شاء الله يا رب نقدر نحافظ على بيئة سليمة من خلال الوعية اللي عم يقدموه أكيد سالي وحتى مو بس نحافظ على البيئة سالي كمان بدا نحافظ على الجمال اللي بتسعى له كل سيدة وحاليا مو بس السيدات عم يلجأوا سالي يمكن للتجميل الرجال والسيدات على حد سواء الرجال أكتر ما فينا نقول أكتر يمكن شوي سالي بس سهلا بك دكتور شادي عالمات فبتلجأ لها هلأ من الجديد صار لنا شيء اسمه بتوكسيك وينوكس وفيلر فخلينا نحكي عن عالم الجمال بشكل عام أول شيء بالنسبة لعمليات التجميل عمليات التجميل تقسم إلى عدة أنواع في منها عمليات تجميل جراحية وعمليات تجميل غير جراحية عمليات التجميل الجراحية تتضمن عمليات تجميل جزء أو عدة أجزاء من الشكل الخارجي للجسم بما يحافظ على وظيفة هذا العضو أو هذا الجزء يعني أنا وقتل بدي أعمل عملية التجميل لازم أول شيء حافظ على الوظيفة يعني مثلا بعمليات تجميل أنف لازم حافظ على الوظيفة التنفسية وعلى الوظيفة الشمية وفي عنا العمليات التجميلية غير الجراحية مثل ما تفضلت فيها حضرتك اللي هي عبارة عن حقن المواد المالئة مثل الفيلار والبوتوكس والشحوم الزاتية مثل العلاج بالليزر للبشرة مثل حقن البي آر بي أو البلازمة الغنية بالصفيحات بالنسبة للشعر والعلاج للبشرة مثل ما حكينا فيه كتير تنوع بعمليات التجميل وكل عملية إلى خصوصيتها وكل عملية فيه إلى متطلبات وفيه إلى مستلزمات وفيه إلى نتائج تختلف عن العملية اللي قابلة نعم أنت دكتور بتنصح الشخص أنه هو فعلا يعمل عملية كثير من الأشخاص اليوم نقولون أنه ما بده بتحذر يمكن منه بس أنت بتشجع الشخص فعلا أنه يعمل عمليات التجميل هلا عمليات التجميل أول شي بتخضع لرغبة المريض هاي بالمرحلة الأولى ثاني شي لقناعة الطبيب وثالث شي لنوع العمل الجراحي هلا فيه عمليات تجميل نحن منصح فيها منذ الطفولة الباكرة يعني مثل عمليات تجميل التشوهات الخلقية مثل شفة الأنب مثل شفة الأنب أو غياب قبة حنك مثل التصاق الأصابع عند الأطفال هادو ننصح فيهم منذ الطفولة الباكرة ليش؟ مشان نجنب الطفل المشاكل النفسية اللي بتصير معه عند الدخول إلى سن المدرسة فيه عمليات تجميل أيضا بتأثر على نفسية المريض يعني بتعمل عنده حالة نفسية ورد فعل نفسي هاي الحالة نحن بيستوجب علينا أنه نقوم بعمل التجميل كنوع من العلاج النفسي الداعم للمريض مثلا مثل عمليات تجميل الأنف مثل عمليات شد الأشفان العلوية والصفلية أو إزالة الكياس الدهنية بالأشفان الصفلية أو العلوية نعم يعني دكتور مثل ما حكيت في عمليات تجميل ينصح فيها بعمر باكر حتى يعني تم تجاوز كتير أمور لبعدين يمكن على من أول الولادة خلينا نقول يمكن يكون حتى النتائج أفضل للطفل أو للطفلة يعني بشكل عام ولكن خلينا نحكي عن عمليات التجميل يلي هي فينا نسميها أنه هي شيء ما نلازم ولكن لأنه الموضة تتطلب هاي العملية فنحنا منروح منعمل عملية هيدول اللي خلينا نحنا بس هيك نحكي عنهم بشكل عام أنه هلأ موضة مثلا خلينا نحكي يكون مثلا نحت الجسم ممكن يخضعوا لعمل جراحي ممكن عمليات بالوجه هلأ جد الأشفان عادي خلينا نحكي عن العمليات غير الضرورية يلي نحنا ممكن نلجأ لألاء أو السيدات حابين يغيروا شكل يعني هلأ مثل ما قلت لك نحنا كعملية تجميل تحتاج إلى أربع أركان حتى تكون عملية تجميل ناجحة نعم أول شيء الركن الأول وهو الركن الأساسي هو المريض يجب أن يكون خالي من الأمراض أو إذا كان لديه أحد الأمراض المزمنة مثل الداء السكري أو ارتفاع التوتر الشيلياني يجب أن يكون مسيطر عليها طبيين الركن الثاني هو الطبيب الجراح يجب أن يكون الطبيب الجراح مدرك للعمل الجراحي مدرك لتكنيك العمل الجراحي لآليات العمل الجراحي ولمضاعفات العمل الجراحي التي ممكن أن تحدث ويجب أن يكون الطبيب الجراح مفهم المريض عاط المريض فكرة عن المضاعفات وعن التكنيك اللي لازم يتبعه خلال العمل الجراحي الشغلة الثالثة هي مكان إجراء العمل الجراحي يلي هو لازم يكون مشفى متخصص لازم يكون أدوات عقيمة فكرة العمل الجراحي بشكل عام العمل الجراحي التجميلي لا تخضع فقط لرغبة المريض يجب على الطبيب الجراح أن يقوم بإقناع المريض بالإجراءات الأقل تأثيرا على صحة المريض يعني مثلا أنا وقت تجيني مريضة أو مريض بده يعمل عملية جراحية كبيرة أنا فهم المريض أن العمل الجراحي التجميلي هو عمل مبرمج ما نؤسع في العمل المبرمج يحتاج إلى تحضير بشكل جيد وإلى قرار من المريض ومن الطبيب ويجب على الطبيب أن يقوم بشرح آلية العمل الجراحي الخيارات البديلة للعمل الجراحي إن كانت خيارات مؤقتة أو خيارات دائمة بما يحافظ على صحة المريض ولا يؤثر عليه سلبا الشغل الثاني اللي لازم فهمة للمريض أن العمل الجراحي التجميلي هو مثل مثل أي عملية جراحية هي تخضع لقانون الفشل والنجاح وحتى يكون العمل الجراحي التجميلي ناجح يجب أن يكون مبرمج بشكل جيد وأن يتم التحضير له قبل العمل الجراحي وأثناء العمل الجراحي ومتابعة المريض بعد العمل الجراحي يعني دكتور اليوم عم نشوف يمكن قسم كبير من السيدات صاروا بيشبهوا بعض بدون قربة يعني لما منطلع يمكن سالي على أنف يمكن بحماس منشوف نفسه بالشام نعرف من الدكتور ضغري يعني هذا الشيء لازم يكون يخضع أكتر يمكن لضوابط لقوانين لشكل الوجه نحن ما عم نخصص أنف بالذات لا اليوم صار في شبه كتير بين السيدات وما عم يراعوا يمكن شكل الوجه ما عم يراعوا مقاييس كل أنسة خلينا نقول هذا الشيء قديه هو غلط وشو لازم نحن حضرتك كدكتور تجميل شو المفروض تراعي ببداية كل زيارة أو مراجعة لخلينا نقول للمريض حابب يغير شيء بشكله أو سيدة هلا فكرة أنه من نساء كلها صارب تشبه بعض هي فكرة ما نجديدة هي فكرة قديمة هي ظهرت أول شيء بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية صاروا السيدات يروحوا لعند أطباء التجميل أنه بدون يصيروا يشبه الممثل الفلانية أو الممثل الفلاني بدون شكل الجسم المعين بدون شكل الأنف المعين شكل العيون المعين فهي صارت يعني أديمة مانة جديدة اللي بيصير حاليا أنه المريضة بتجي لعندك أو المريض بيجي لعند الطبيب أنه هو حاطت بباله تصور مسبق للشكل اللي بدون إياه يطلع فمن واجب الطبيب أنه يفهم المريض أولا نحن عمليات تجميل ما لازم تأثر أبدا على الوظيفة سواء كمان عمليات تجميل الأنف أو الشد الوجه أو الشد العنق أو حتى عمليات تكبير الثدي ما لازم تأثر على وظيفة العضو اللي نحن عم نشتغل عليه تجميل الشغل الثاني اللي لازم يفهمها الطبيب للمريض أنه الشكل اللي هو مختاره أو اللي هو عم ينتقيه ممكن ما يناسب شكل وجهه فهي مهمة الطبيب بالنهاية بتضل قناعة المريض هي اللي بتمشي بشكل عام يعني المريضة أو المريض بيجي بيكون حاطت مثل ما قلت لك تصور مسبق عن شكل وجهه فهي نقول إن هاي سمع الطبيب مثلا ممكن ما تنجح بالشكل يلي هو شايفه طبعا 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 يرفض مثلا طبيب إجراء عملية طبعا في كتير هلا في كتير أطباء بترفض إجراء عمل جراحي غير لازم يعني هلا مثلا في كتير مرضى بيجوا بدين يعملوا تجميل منتفاجأ أنه هني ما بدون تجميل فكتير بنرفض أحيانا بس في عندك أطباء بتوافق على الإجراء في مثالي شلون أنتي ما فيك تعممي أنه كل الأطباء بترفض إجراء عمل جراحي غير لازم في أطباء بتوافق عليهم تماما دكتور بس أنت حكيت جملة أنه أنت بتم للمريضة الجلوس معه شرح المضاعفات أنه هذا العمل الجراحي ولكن أحيانا بركبوا راسهم بدنا نعملها ممكن يصير مثلا هلا أصل معده خلينا نحكي غير الأصاص اللي عم نقول عنا عن الوجه أصل معده قديش سمعنا بحالات يعني وفات وفات الففات نو أصل معده يعني فلا بدنا نعملها ممكن تعمل دايت ممكن تعمل رياضة نو آخر شي بنرجأ له هو العمل الجراحي ولكن بركب راسه هل الطبيب بيفود بهدئة المغامرة وبيعمل العملية لا طبعا هلا بالنسبة للجراحات البدانية نحنا دائما مثل ما قلت لك قبل شوي أنه الطبيب من مهمته يقعد مع المريض بالجلسة الأولى أنه يشرح له العمل الجراحي تكنيك العمل الجراحي يشرح له الآليات والمضاعفات والأخطار اللي ممكن تحيط بالمريض جراء إجراء هذا العمل الجراحي والبند الثاني أنه لازم يعطيه الخيارات البديلة الخيارات البديلة اللي بتحافظ على صحة المريض بحيث أنه ما تسيئله لأيله بالمستقبل هلا بالنسبة للجراحات البدانية هي الخط الأخير اللي بنلجأ لأيله في حال علاج البداني في دراسات عالمية حديثة بتقول أنه جراحة البداني مفيدة جداً بعلاج الداء السكري من النمط الثاني فهي الفكرة كمان شجعت كثير من المرضى البدينين اللي عندهم داء السكري أن يعملوا جراحة بداني نحن من فهم المريض أنه هاي المخاطر اللي ممكن تحيط فيك بعد الجراحة لكن المريض أحياناً ما بيكون عاجبه شكله بيصر على إجراء الجراحة طبعاً في شيء نحن عنا بالعمليات الجراحية هو موافقة المريض نحن من وقع المريض على موافقة نحن نسميه بالأضب الطبي هي موافقة مستنيرة للمريض على العمل الجراحي المخاطر الممكن تصير وتفريض المريض للكادر الطبي والتمريدي بالمشفى لإجراء العمل الجراحي طيب دكتور نحن نحكي عن المضاعفات وعطت سالي مثال عن أصل معدل كما في مضاعفات تانية لعمليات التجميل سواء بالجسد أو حتى بالوجه دعونا نحكي عن أخطر أخطر هذه المضاعفات التي يمكن أن يتعرض للمريض كل عمل الجراحي يوجد مخاطر تختلف عن العمل الجراحي الثاني فإذا نحكي عن المخاطر بشكل عام هي مخاطر أي عمل جراحي يجرع بغض النظر سواء كان تجميلي أو غير تجميلي يعني في عنا نسبة من حالات الوفاة تصير أحياناً تحت العمل الجراحي في عنا خطورة النزف في عنا خطورة الإنتان التهاب الجرح إنتان المواد اللي نكون حاطينه نحنا كزرعات ضمن الجسم مثلاً بحالات تكبير السدي إذا نحط مثلاً بروتيز للسدي ممكن يصير فيه إنتام ببروتيز للسدي ممكن يشكلنا خراجات هالخراجات ممكن تفقد السدي وظيفته بشكل كامل منطر إصال السدي بشكل كامل فنحنا هاي الفكرة أنه الاختلاطات بتختلف من عملية لعملية بشكل عام المواد حين نقول تلعب دور أساسي كمان المواد التعقيم التكنيك العمل الجراحي إجراء الجراحة بصورة جيدة وعقيمة مثل ما عمقلك نحنا هاي الإجراءات ما بيصير أبداً أنه نشتغلها بعيادة أو بمركز لازم حصراً تصير بمشفى متخصص تحت إجراءات عقامة شديدة جداً نعم يمكن أحياناً دكتور يعني ممكن جسم يرفض مادة معينة وجسم يتقبله نفس المادة يعني ممكن جسم أنه سير فيه مضاعفات وجسم لا ما صار فيه يمكن تحليل المسبقة ده ضرورية أنه تنعمل قبل العمل الجراحي سواء نحكي نحنا عملية البروتايز بديها تحليل ممكن بديها أساس ولا لا هي شيء بينحط داخل الجسم أحياناً بيتم رفضه من الجسم لأنه هناك فكرتين بهذا السؤال أول فكرة قبل إجراء أي عمل جراحي يجب إجراء تحليل مخبرية فحص سريري للمريض بشكل كامل يعني هلا الفكرة اللي أخدينا الناس عم طبيب التجميل أنه هو بس بيفوت بيعمل العملية وبيطلع لا قبل ما يجي المريض أو خلال أول زيارة لازم يكون فيه فحص سريري كامل تأمل وجس وقرع وإلى ما هنالك مع فحص الأجهزة بشكل كامل خلال أول جلسة ثانيا يجب طلب الفحوص المتممة من تحالين مخبرية من صور شعاعية من إيكو أحيانا من طبقي محوري هاي كلها لازم تنطلب خلال أول جلسة لتقييم حالة المريض بشكل كامل الشغلة الثالثة أو البند الثاني اللي سألتي أنت عنه الفكرة اللي لازم الناس تفهمها أنه أو اللي لازم الناس تفهمها أنه مو كل عملية جراحية تجميلية بتعطي نفس النتائج لأنه بكل بساطة نحن المريض بيختلف بنيته النسيجية بنيته مقاومته بنيته المناعية بتختلف المريض لمريض فممكن نحن نفس التكنيك نفس الإجراءات نفسها نعملها لمريضين تمام الأول يعطي نتائج مختلفة تماما عن نتائج المريض الثاني وهذه الفكرة لازم يكون مريض بصورته خلال الجلسة الأولى يعني نحن لازم نطلب الصور الشعاعية التحاليل المخبرية اللي اطمئنان على حالة المريض الكاملة الاستشارات الطبية الضرورية في حال كان المريض لديه أمراض مزمنة مثل الداء السكري مثل ارتفاع توتر شرياني مثل فرط أو قصور نشاط الدرق هاي كلها لازم تنطلب استشارات ولازم تاخد موافقة أخصائيين الأمراض الأخرى على إجراء العمل الجراحي وطفل إجراء العمل الجراحي يعني دكتور حضرتك على احتكاك يومي خلينا نقول بالمرضى وكل شخص بغض النظر عن أنثى أو حتى ذكر بيلجأ وبيستعى دائما أنه يكون بأحلى صورة أنت دا حضرتك دكتور بتشجع أنه نحن نخلي العمليات التجميلة هي آخر خيار تلقلنا خلينا شوفينا نحن نجمل حالنا بطرق خلينا نقول طبيعية بعيدا عن كل هي العمليات هلا بكل بساطة العمليات الجراحية التجميلية لا تخضع أنه نخليها خط أخير أو خط أول في عمليات جراحية مثل ما حكينا بداية المقابلة هي خيار وحيدة لازم تكون مبكرة جدا في الإصلاحات التشوهات الخلوقية إذا كان في حالة اكتئاب نفسي عند المريض أو المريضة بتأثر على سير حياته وبتأثر على أقباله على الحياة فالعمليات الجراحية التجميلية هي نوع من العلاج النفسي الدائم وفي عنا جراحات تجميلية نحن ننصح للمرضى أن ننأجلهم لأنه بكل بساطة نحن هيك نستهلك الجسم نحن نشتغل على أعضاء ممكن نستهلكها ممكن عمل جراحي يفشل بظروف معينة ينجح بظروف معينة فنحن نفهم المرضى ونحاول نأجل العمل الجراحي إلى مثل ما قلت أنت أنه الخيار الأخير نعمله بالنسبة للمكونات الطبيعية أول شيء جسم الإنسان بشكل عام يجب أن يعتمد على غزاء صحي سليم نشاط فيزيائي سليم بيحافظ على نظارة البشرة بيحافظ على صحة أجهزة الجسم بشكل عام نعم يمكن دكتور نحن حكينا كثير عن عالم الجمال لازم نقوم معكو لكن في سؤال حيك أخير ممكن ما يعطينا حق للجراحة الترميمية خلنا بس نحكي الفرق بين الجراحة التجميلية والترميمية يعني الحديثية طول وعالم الجمال مثل ما حكينا هو عالم واسع بس هيكله نفت Wirak الجراحة الترميمية بكل بساطة هي هي أساسي الجراحة التجميلية الجراحة التجميلية هي جزء من الجراحة الترميمية بشكل عام جراحة ترميمية هي جراحة ترميم النداب جراحة ترميم الضياعات المادية ناتجة أحيانا عن الحروب مثل ما صارت عنها ببلدنا الحبيب مثل الجراحات التي صارتها مثلا بعلاج الداء السكرية مثل قرحات القدم السكرية قرحات الاطجاة عند مرض الشلال جراحة ترميمية هي مجال كتير واسع وكتير مبدع جراحة ترميم أو جراحة تجميل لازم يكون عنده خيال مبدع لحتى يكون قادر وناجح في مجال جراحة ترميمية جراحة ترميمية بالبساطة هي نوعاً ما بعيدة عن جراحة تجميلية مضاعفاتها بكل بساطة أنت وقت اللي عم تعملي جراحة ترميمية لمريض المريض بكل بساطة بيكون عنده وضع صحي سيء نوعاً ما بمكان معين مثلاً مثل جراحة الحروق جراحة ترميمية لندب الحروق بيكون هو نعم كثير متضرر من ندبة الحروق فأنت جراحة ترميمية كثير بتساعد على تجاوز الأسر النفسي للحروق المضاعفات الجراحة الترميمية هي مثل أي مضاعفات عمل جراحي تاني هي مثلا فشل الجراحة في حال معينة الإنتان الندوب المتشكلة حديثا على الجراحة الحديثة هي كلها تمضاعفات جراحة ترميمية نعم دكتور شادي شكرا كثيرا على المعلومات التي قدمت لنا إياها نتمنى يكون في ضمير إنساني عند كل طبيب ما تكون هي تجارة التجميلة خلينا شوي ننصح المريضة ننصح ما بنا نسميها خلينا نقول المريضة كل شخص عم يسعى الجمال ويكون عندنا قناعة داخلية يعني كل يعتنا حلوين كل شخص عنده جانب جميل بشخصيته و بجماله وإذا كانت ضرورية فأكيد نعمل ونحن هيك بقلب قوي ما هيك دكتور؟ طبعا طبعا دائما الجمال اللي بيعقس هي الجمال الخارجي هي مرآة للجمال الداخلي فبكل بساطة كل إنسان عنده جانب جميل بشكله الخارجي جانب جميل في حياته بكل بساطة نحن منصح المرضى كل ياته نحن نسميهم مرضى لأنه هني بالفعل بيكونوا في حالة من الأحوال هني مرضى ننصح المرضى أنه قدر الإمكان حاول تتقبل نفسك حاول تتقبل شكلك إذا ما قدرت وقتنا نلجأ للجراحة تجميلة دكتور ننشكر وجودك معنا ومثل ما حكيت الجمال الداخلي وبيعقس الجمال الخارجي كل العالم حلوي ما منشوف حدا بشع ولكن هو مثل ما حكيت القناعة والرضا وأنه نحن نقطنع بحالنا وبشكلنا اللي خلقنا يا رب العالمين فهو أكبر نعمل ننشكر وجودك معنا والمعلومات اللي فدتنا فيها وأهلا وسهلا شكرا أكثر لكم أهلا وسهلا فيكم مهلا فرح صار وقت لنتقل جولتنا الثقافية والبداية أكيد من دير الزور فقد انطلق في حديقة الشهداء في المحافظة ملتقى النصر القطري الرابع للنحة على البازلت والذي يحل بنسخته الرابعة ضيفا على محافظة دير الزور بمشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين والنحاتين المهمين من مختلف المحافظات السورية أكيد تفاصيل أوفع مع مراسلنا بدير الزور إبراهيم الضلي بمشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين والنحاتين المهمين من مختلف المحافظات السورية انطلق في حديقة الشهداء بمدينة دير الزور ملتقى النصر القطر الرابع للنحة على البازلت هذا الملتقى يشمل نخبي من الفنانين وجموعة من فنانين سوريا على مختلف مشاربهم الفنية تزامنا مع أعياد التشكيليين تزامنا مع انتصار دير الزور على الإرهاب فمعنى مجموعة من الفنانين طبعا أسماء المطروحة كلها أسماء كبيرة من مختلف محافظات القطر وإن شاء الله نصل للنتيجة المرجوية ونعيد البسمة والفرحة ونزين صحات وحدائق دير الزور لأن الفن لغة العالم والفن لغة الجمال والفن هو يبني حضارات جيت على محافظة دير الزور محافظة الخير والعطاء والخصوبي لأدي قدم عمل من حجر من مات البازلت بخص منطقة دير الزور ونهر الفرات دلالة على الخصوبي والعطاء دلالة على المحبة الكرام الموجود بأهل دير الزور ملفت للنظر والانتباه فحبيت أني أوصل رسالة من الجولان المحتل لقنيطرة لأهل دير الزور المحبين الطيبين الملتقى يعد الأول من نوعه الذي يقام في المحافظة ويشارك فيه 12 فنانا من مختلف المحافظات سيقومون بإنجاز عشر منحوتات بازلتية تتحدث عن انتصار سوريا عموما ودير الزور على وجه الخصوص مع محاكاة للتراث والطبيعة والتاريخ وسيتم بعد الانتهاء من إنجازها بتوزيعها على عدة مناطق في المحافظة مشاركتي بدير الزور هي الأولى كانت تجربة كثير مهمة بالنسبة لألي لأنه هي بتعبر عن البلد كيف انتصرت ودير الزور بالذات كيف انتصرت لأنه إليها خصوصية بهذا الموضوع نتيجة الحصار اللي مرت فيه ونتيجة الأسل اللي عاشت فيه ناسنا وأهلنا اللي بدير الزور نحنا حبينا نجي نقدم شي نعمل بزرة أمل نزرع بزرة أمل بهذا المكان هدف الملتقى عام هو اللقاء بين فنانين من مختلف المحافظات في القطر هو قطري نحنا مشان التلاقح بين المحافظات يعني الحجر البازلتي مو موجود بدير الزور فنحنا جبنا الحجر البازلتي لنطعم الحضارة المستقبلية بدير الزور مشان لأجياء المستقبلية يهدف هذا الملتقى لتبادل خبرات الفنانين من كافة المحافظات وتقديم منحوتات تستنسخ عملا فنيا عنوانه النصر مع الحفاظ على موروث المنطقة من العادات والتقاليد خبرنا التالي سالي من الحسكة وعالم الثقافة والفن وضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى الموسيقى الأول في الحسكة قدمت فرقة صفصاف الخابور الثقافية مقطوعات غنائية وموسيقية مستوحات من التراث الجزراوي بمختلف مكوناته وعلى خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة موويل وأغاني وطنية افتتحت بها الفرقة حفلها الفني ليعقبها تقديم مقطوعات موسيقية من تراث الجزيرة السورية على ألحان البزق والعود وأغاني المردلية والقدود الحلبية التي سحبتها رقصات ودبكات شعبية قدمتها فرقة أطفال الجمعية في ظل تفاعل كبير من قبل الجمهور فرح وصلنا لختام جولتنا الثقافية وإلى محافظة درعة حيث أقامت مديرية البيئة بدرعة نشاطا توعويا في كلتي الحقوق والاقتصاد ضمن الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبات فرح درعة أكيد تفاصيل أوفة مع مراسلنا أو مراسلتنا مراسلنا في درعة مراحل مقداد بسلسلة نشاطات ضمن الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة وبالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبة أقامت مديرية البيئة بدرعة نشاطا توعويا في كليتي الحقوق والاقتصاد والذي يقضي بأهمية الحفاظ على المنشآت التعليمية التي تضم فئة كبيرة من الشباب ضمن سلسلة احتفالاتنا باليوم الوطني للبيئة طبعا عملنا سلسلة احتفالات من ضمنها احتفال مركزي تقريم عمال النظافة وحملات نظافة على مستوى المحدات الإدارية وطبعا نزعنا بروشورات توعية وحملات توعية ضمن المدارس اليوم نشاطنا هو عبارة عن حملة نظافة في منطقة البانوراما وبالإضافة إلى تعليق حاويات قمامة طلبة كثير ضروري أنهم يشاركوا بهذه الحملة لأنهم معنيين ومهتمين بمجال البيئة والحفاظ على البيئة طبعا حملة النظافة هي جزء من الحفاظ على البيئة طلبة فرع درع حبوا يشاركوا معنا بحملة النظافة طبعا لحتى تكون جامعتنا أجمل وأنظف وهي كمان هذه الخطوة بتعكس وعيهم وتقافتهم البيئية شمل النشاط توزيع سلات للمهملات ضمن الحرم الجامعية وحملة نظافة قام بها عدد من الطلبة تضمنت ترحيلا للقمامة وأعمال التعزيل والتنظيف أهم شيء البيئة أنه نظافه من الإيمان يعني ثم ما كان بتظل أنه محافظين على البيئة محافظين منها الأوساخ يعني اللي طالعة وبنتنحافظ على نظافة الجامعة عم بننظف جامعتنا وعم بنحافظ على نظافة الجامعة يعني هي بالنهاية لنا كطلاب لجميع الأفرع تقريبا عم تحوينا كلياتنا يعني مو منظر حضاري أنه نظل الجامعة بهذا المنظر اللي هي عليه فإحنا جباريا لازم نقوم بهذه فعاليات وننظف الجامعة ونشتغل على نظافة جامعتنا جامعة تعتبر بيتنا الثاني يعني حق علينا وواجب علينا أن نقوم بفعاليات نظافة كل فترة وفترة بجامعات درع حماية البيئة هي مسؤولية كل فرد في المجتمع هي ثقافة بحد ذاتها تنطلق من الوعي والتفاعل المجتمعي وتنمية حس المبادرة وكيفية نشيها بين الأفراد صالية فقرتنا هلأ بتهم كثير من الأشخاص بمختلف الأعمار خلينا نحكي اليوم عن الأمن والأمان الإلكتروني أمن التطبيقات يلي هو مجال واسع من أمن المعلومات يشمل نقاط الضعف في البرامج تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي يمكن الوصول إليها من خلال عمليات المصادقة غير الأمن صحيحة فرح وللأسف صارت المعلومات مخترقة معلوماتنا الشخصية مخترقة ومهددة أيضا وتتعرض للاختراك خصوصا أنه صرنا عم نستخدم الإنترنت يعني بشكل يومي سواء بحياتنا اليومية بالبيت بكل تفاصيل حياتنا النت موجود وحيانا بلا نت بيصير واحد صاري استفقت شي معينة اكتئاب بحياته نظام الاكتئاب وأكيد حتى نتعرف عن تفاصيل يمكن نحنا ما بنعرفها ومشاهدين حابين يعرفوا ويتعرفوا عليها عن الاختراك خيف بتم حتى عن الأصدقاء واقتراح الأصدقاء معنا بالستوديو زميلتنا ومهندسة المعلوماتية منار قصام يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير سعلي صباح الخير براء يسعد صباحك منار واليوم عم نحكي يمكن عن عالم كتير واسع من منا منار يمكن ما عنده واتساب فيسبوك انستجرام تويتر إلى آخره بمكان واحد بالجهاز واحد فاليوم كيف نحمي أنفسنا من الاختراك مع كثرة هاي المواقع تماما فرح حكاية كلنا صار عندنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سوشال ميديا سواء كان مثل ما حكاية تويتر انستجرام فيسبوك وما بقى فينا من دونهم يعني فضروري ننتبه لمجموعة من القصص أهم ما أنه نحنا ما نضغط على أي لينك بيوصلنا كمسيج كديريكت مسيج سواء من أشخاص نحنا منعرفهم أو أشخاص نحنا ما منعرفهم ضروري أنه ما نضيف أشخاص وهميين بيجينا كتير طلبات صدقة من أشخاص وهميين ما منعرفهم ما لنا مضطرين حط حالنا تحت بند أنه نحنا ممكن نتهكر من قبل هذول الأشخاص ضروري نتبع سياسة الأمان سواء كانت بفيسبوك أو بأي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي بإعدادات الأمان نحنا منقدر نربط حسابنا لفيسبوك مع رقم التليفون ومن خلال الصفحة صار فينا نقدر نشوف شو هني الأجهزة اللي عم تدخل على حسابنا يعني نحنا منفوت من موبايل بتسجل ومن وين موقعها كمان أي تماما فتنا من اللابتوب بيسجلنا اللابتوب شو نوعه بيسجلنا الوقت بأمتى آخر وقت نحنا كنا أكتب فيه على فيسبوك شو هو البراوزر اللي نحنا فتنا منه كل إعدادات أمان وممكن يوصلنا مسيج على الموبايل أنه في حال حدا حاول أنه يخترق حسابنا فنحنا ساعاتها مضطرين نفوت ونعمل إعدادات الأمان هي نغير مثلا من كلمة السر ونطلع نصاين أوت من كل حساباتنا اللي فايتين فيها من أجهزة تانية غير الموبايل نعم يمكن ما نعرف صلتي بشكل دقيق هيدا العملية وذكرتي الرابط اللي عم يتم فيه اختراق على عديد من الحسابات بس تعرفي أحيانا أهلين كبار شوي فبيبعتوا وبيبعتوا لهم فبيبعتوا هنا الروابط كيف نعرف أنه هذا اللينك أو الرابط هو هاكرز؟ تماما هلا بالبداية الهاكرز هني شو بيعملوا هني بيجوا للملفات اللي ترسل عادة بتكون ملفات وورد ملفات بووربوينت أو بي دي ايف بيدمجوا مع برمجيات خبيسي غالبا من نوع تروجان وبيبعتوا هدول الملفات هلا كيف بدي يعرف أنه هذا اللينك اللي يوصلني هو هاكر أو لا حتى يخترق لي حسابي وياخد لي المعلومات عادة اللينك بيكون إذا وصلنا مسلا من صفحة فيسبوك عادة اللينك بيكون بياخدنا لصفحة خارج صفحة الفيسبوك لازم أعرف متى ما أخدني لأخارج صفحة الفيسبوك أنه يوشك بأمره الموقع اللي أخدني عليه بيكون موقع غير موسوق ومانو معروف مانا من الصفحات المعروفة والموسوقة كمان هات بيخليني يشك فيه عادة اللينك بيكون التسميته عبارة عن أحرف مانا مفهوم كتير أو أرقام أو ممكن بسمائي بأسماء يعني بترغبنا أنه نفتحها مثلا بيكتبوا بيعنونوا بمعلومات هامة جدا جدا فالإنسان بيصير هيك بيصير عنده فضول أنه أنا بدي أفتح هذا الملف وشوف شو هو فهو أي اللينك بيجينا من حدا نحنا ما منعرفه مانا مضطرين نفتحه لأنه مجرد ما عملنا له إنستول تسفيد صار الفيروس موجود عنا اللي بيهكرنا حسابنا تماما أو ممكن مثلا من اللابتوب مشروط التهكيل دائما من الموبايل ممكن اللابتوب نحنا بنفتح صفحة البراوزر طبعا يعني نفتح مثلا كروم نفتح فيرفوكس فبيجينا دائما هاي كمتل رسائل إضافات مسمية أدونز إنو نضيفهن على صفحة الفيرفوكس أو الكروم كمان هاي ممكن تكون فيروسات مجرد ما عملنا له تسبيق بيتهكر الحساب طبعا أو اللابتوب طبعا نعم يعني كمان منار كتير منصادف مثل ما قلتي قبل شوي بإشارة سريعة أنه في حسابات وهمية نحن ما نمضطرين نقبل إضافتها لكن في كتير من الأشخاص بشكل عشوائي بيقبلوا الأصدقاء كيف ممكن نحن نميز الحساب الوهمي من الحساب الأساسي والحقيقي؟ هلأ بالتوسع الكبير للسوشيال ميديا واستخدامنا لألا صارت كتير منتشرة الحسابات الوهمية خصوصا حسابات وهمية على فيسبوك حتى شركة فيسبوك صرحت من فترة أنه عندها ما يقارب 80 مليون حساب وهمي على شبكة الفيسبوك على الرغم من أنه فيسبوك بتشدد كتير وقت أحدها يعمل الحساب على الصفحة بإعدادات الأمان تريدها هلأ نحن نحن كتير بيوصلنا طلبات كأشخاص عادين أو حتى حضرتكم كموزيعين إعلامي بيوصلتكم طلبات كتير من أشخاص هني وهميين كيف بدي يعرف إنه هذا الشخص وهمي؟ هلأ بفوت على الصفحة اللي لقله بشوف ممكن يكون حاطة صورة ما بتتلاقم مع المعلومات اللي هو حاطة عن نفسه وعادة بيحطوا صور يعني صور مثلا مناظر طبيعية أو ممكن يحطوا صور ممثلين مو صور الحقيقية صحيح صحيح ما بيكون عندهم معلومات واضحة كتير وين هني موجودين أم كانون شو تعليمهم ما بيكونوا كاتبين نفوت على صفحتهم ما منلاقي منشورات يومية ما منلاقي أبتو ديت يعني مو كل يوم عم بينشروا بالشهر مرة أو هيك أو ممكن نفوت ما نلاقي عندهم صور كتير هلأ كل شي فينا نعمل بهذه الحالي أنه نحن مناخد صورة الحساب اللي شاكي فيه إنه حساب وهمي صحيح منروح على جوجل بيكتشر نعمل بحس على هاي الصورة في حال لقيناها الحساب تاني وباشرة لازم نعمل تبليغ على هذا الحساب ضروري نعمل لأنه إذا نحن تجاهلنا الموضوع وغيرنا تجاهلنا الموضوع بتتفاقم هاي قصص الحسابات الوهمية وبيزيدوا كتير صحيح منار يمكن قبل ما ننتقل لسؤالنا التاني اللي هو كتير هلأ رح هيكون سؤال يعني بيخطر على بال الكل بس خلينا نقول إنه مثل هيك حسابات عم يكون في بيناتنا أصدقاء مشتركين وبكمية كتير كبيرة محاسين يمكن منشوف نحن كمية الأصدقاء فنحن منضيفونه هذا الشي ممكن نوهتي عليه إنه نحن لازم نبلغ عن هذا الحساب خلينا ننتقل لشي تاني حتى ممكن بيصادفنا بحياتنا اليومية ومنستغرر منه هو الأشخاص المقترحين على الفيسبوك ممكن نصادفهم أحيانا بالشارع أحيانا مثل ما حكينا بالنادي بنادي رياضة وأحيانا نبشي كفاءة عديم فيها منتفاجأ من نجي على الفيسبوك منلاقي هذول نحن بوين شايفينه يمكن هذا التخاطر معقول فيه تخاطر فنشوفهم من ضمن قائمة الأصدقاء المقترحين كيف عم تصير هاي؟ هلا معقول تكون فيسبوك عم تقرأ أفكارنا أو هي موجودة معنا بكل أوقاتنا هلا اللي بيكون ساير بهك حالي مثلا كنت موجودة بالجيم أو كنت موجودة بشي كافة فأنت ممكن تكون عملت تشيك إن انك موجودة بهذا المكان الشخص الثاني اللي هو معنو صديقي كمان عملت تشيك إن بهذا المكان يعيسجل انه هو موجود بهذا المكان هلا فيسبوك بيأخذ تشيك إن اللي عملتوه مو لانه انتو ما بتعرفوا بعض بس لانه المكان المشترك في ويناتتوه هذ المكان فبيصير بيخترحكم لبعض ممكن تكونوا أصدقاء أو ممكن مثلا ما عملت تشيك إن انت شغلت الجي بي اس على موبايلك لقط اللوكيشن هو يشغل الجي بي اس أو هي شغلة الجي بي اس على موبايل لقط اللوكيشن كمان بيعتمد على اللوكيشن بيعتبر ان انتم موجودين بنفس المكان لازم اقترحكم لبعض او مثلا حاطين انه انا مثلا بمتخرج من الجامعة الفلانية بيكون نفس الجامعة كمان بيحطكم اقتراحات لبعض هلأ في شي بدي احكي عن فيسبوك كمكين ما كل الناس بتعرفو في تقرير سابق لصحيفة الانديبندنت البريطانية قالت انه فيسبوك عندها ميزة انه هي بتقدر تفتح المايك تبع الموبايل بدون ما يشعر فيه اليوزر بدون ما يشعر فيه الصاحب الحساب وبتسجل الحديث سبعنا وبتاخد منه كلمات مفتاحية كيووردز وبتحللها على الاجهزة تبعيتها وعلى اساسها بصير بتقترحنا سواء كاشخاص يكونوا اصدقاء لقلنا او كصفحات اهتمامات لقلنا يعني احنا حدا مثلا حضرتك حدا بيهتم بالموضة بفوت على صفحة الفيسبوك بيلاقي من الصفحات اللي علاقة بالموضة مثلا مقترح لأله او اللي علاقة برياضة او شي هلأ بالبداية فيسبوك كذبت هذا الخبر بس بعد فترة رجعت وأكدت انه لأ نحنا عنا هاي الميزة بنقدر انه نفتح المايك تبع الموبايل ونسجل حديث اليوزر ولكن هذا الشي نحنا بنستخدمه لغاية تحسين الاداء لليوزر متجسس هلأ هني هيك بيقولوا يعني بس انه بيحتفظوا بالمعلومات وقتهم بيستخدمه مخبرية سالي طيب منار يعني عنا كتير اسئلة لحضرتك بالأول بدنا نشوف استطلاع من الشارع رأي العالم وقد عندهم يمكن وعي ومعلومات بأمر الهاكرز وكيف بيقدروا يمكن البعض منهم يرجح سابق خلينا نتابع مع بعض شو عمل حماية للفيسبوك ما في بس كلمة السر الاعتيادية ما في أي حماية أخرى أكدته برقم الموبايل وبحساب الجيميل بس بس كافي يعني في شي اسمه المصادقة الثنائية انه ما بيفتح غير اذا وصل حسابك غير اذا وصل رمز على موبايلك فأنا هاي عاملتها وحتى إذا بدي يفتح من جهاز تاني لازم يوصلني للمزعة موبايلة ويضعوا على الجهاز التاني رقم موبايلة حمايةك على صفحة تواصل ايميل احتياطه وفي شي اسمه أصدقاء موسوقين بتحطى ثلاث أصدقاء مشان إذا صار شي كمان لصفحة تتواصل مع الأصدقاء الموسوقين مثلا مثل أخواتيك رايبيني كذا بس أنه بيدخل رقمه أو ايميله وأنه بخليون يبعطوا له كوده ويدخله ويرجع الحساب محل حتى رجعت صفحة هذا اليوم أول شي كان موصل على الإيميل فلما سجل حدا غريب تسجيل دخول فورا عطوني إشعار على الإيميل أنه سجل حدا غريب تسجيل دخول فورا أنا سمعت بشي فتح الحساب غيرت كلمة تسر بسرعة وعملت تسجيل خروج من جميع الأجهزة بعدين مشان ما يرجع يتحكّر في شي اسمه التحقق بخطوطين وتصر رقمك الموبايل على الحساب الفيسبوك ومع ذلك وحسابه فقط فلن يحصل على خروج من جميع الأجهزة ونحن نرسل رسالة رقمك الموبايل وليس سجل دخول وحساب الحساب أكثر فرح يمكن رأيي الشباب كان الغالب خصوصي إنه الشباب هنن أكتر خبرة بالإنترنت لأنه بشكل يومي يتعاملون منار يعني متل ما شفنا صار فيه إلمام كتير كبير بموضوع الهاكرز ولكن أحياناً الأشخاص يمكن الشباب بفئة الشباب صار عنده إلمام كتير كبير من خلال احتكاكه اليومي بعالم النات بهذا العالم الواسع ولكن أحياناً يمكن أشخاص بيتعرضوا للاختراق ممكن عبر شغلاتك صغيرة كثير متل ما ألتي رابط أو لينكا خلينا نحكي إنه كيف فينا نعرف إنه الموبايل مخترق أو اللابتوب مخترق هذا الشيء كثير مهم لأنه كل حدا فينا غالي علي خصوصيته غالي علي فخلينا نعرف خصوصيته غالي علي ولازم ينتبه له يعني نحنا في مقولي إنه معلوماتنا الشخصية المهمة بين أور فينجرز يعني هي بين أصابعنا سواء كانت على اللابتوب أو على الموبايل هلأ رح أحكي في حال كان على الموبايل أو على اللابتوب شو اللي بيخليني أعرف إنه أنا اخترقت ممكن نشوف اللابتوب عم يطلعنا مسيجات كتير يطلب مننا إنه نأدخل كلمة السر الخاصة فينا أو نحط معلوماتنا الشخصية أو نلاقي إنه اللابتوب أو الموبايل عم بعمل ريشتارت لحاله بدون ما نطلب منه نحنا هذا الشيء أو الإعدادات اللي نحنا حاطينا نلاقيها متغيرة يعني مثلا ممكن نحنا نكون حاطين صفحة الهومبيج مثلا جوجل أو شيء نلاقيها متغيرة لحاله كل هاي المعلومات بتفيد إنه نحنا خطرقنا لأنه هاي كلها عدادات نحنا ما نحاطينا تغيرت فضروري بهذه المرحلة مثلا بحالة اللابتوب نحط أنتفايروس أصلي يعني نكون موسوق وبحالة الموبايل ضروري كتير نحنا ما نعمل شيء اسمه روتينك بحالة الموبايلات الأندرويد أو نعمل جيل بريك للموبايلات التي تشتغل عن نظام آي او ايس والآيفون لأنه هاي كلها يتبط ضاعف إعدادات الأمان بأنظمة التشغيل ودائما بس يطلبوا مننا بموبايلاتنا تحديث لنظام التشغيل لازم نعمل لأنه بكل مرة في بيرجين جديد عم ينزل هني عم بيسدوا هاي صغرات الأمنية ضروري نحنا نعمل تحديث لأجهزتنا مشان نتبع منار سؤال يمكن كتير بيختار على بال الأشخاص خاصة أنه اليوم في هاي التطور الكبير بالتكنولوجيا والاختراق الكبير من قبل هاكرز مقالمات الفيديو على الواتساب أخرين نقول المسنجر هي آمنة ممكن اختراقه هلا بالبداية بس لقول هي التقنية اللي بتستخدم بحاصل اتصالات الفيديو هي اسمها Voice over IP بيستخدموا لاتصالات الفيديو عبر الانترنت هلا طالما في أبليكيشن بيستخدم الانترنت فهو ما نؤمن مية بالمية على الأكيد كل شيء مسجل كتسجيلات فيديو أو صوت كل شيء واتساب فيبر أو ميسنجر أو أي شيء واتساب والفايبر مسجلين؟ كله كله وسكايب كله يعطوا كل الشركات المالكي لأيها قادرة أن تسجل كل اتصالاتنا الفيديو أو الاتصالات العادية هلا نحنا شوفينا نعمول ما فينا أبدا ما نستخدم هاي الأبليكيشن بس كل شيء فينا نعمل وأنه نحن نحمي خصوصيتنا يعني ما نحاول نبعث عن طريق هاي الاتصالات نبعث صور خاصة كتير لأينا ما نمرئ كلمات السر ما نحكي عن حساباتنا البنكية كلنا هلا عندنا حسابات ولو كانت بسيطة مثلا هوا بسوريا حسابك البنك فيك تفوت وتتحول مصاري ممكن تدفع فواتير أو شايف عندك حساب بنك موجود على الموبايل حاول أنك مات بعث الأرقام حاول أنك ماتها موت سيب لهذه المعلومات عندك على الموبايل نعم صحيح منار شكرا كتير لأيك شكرا للمعلومات التي قدمت لنا إياها نتمنى كل شخص فعلا يتبع خطوات الأمان والحماية على كافة المواقع التواصل التي يستخدمها شكرا لأينا شكرا فرح منار شكر وجودك معنا مهندسة المعلوماتية منار قسام شكرا للمعلومات في الدينة شكرا أما هلأ ساليفة صار لأتلح تنتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية عربية وعالمية ومحلية مع زميلتنا علاء أبو خضر صباح الخير علاء يسعد صباحك فرح وشكرا لألك مشاهدينا نبقى مع مجازا لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل نبدأ مجازا الأخبار حيث أصدر الرئيس بشر الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة مبلغ 20 فليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية تابعت وحدات الجيش العربي السوري المنتشر في ريف الحسك الشمالي تعزيز نقاط انتشارها وتثبيت نقاطها حيث وسعت انتشارها في ريف تلتمر وثبتت عددا من النقاط فيه وذكر مراسل الإخبارية في الحسك أنه في إطار مهامها الوطنية لتأمين الحماية للأهالي وسعت وحدات من الجيش انتشارها في ريف بلد التلتمر وثبتت عددا من النقاط في قرية تل شاميران بالريف ذاته لتأمين خطوط الإمداد التي كانت قد فتحتها بمحاذاة الطريق الدولي الواصل بين الحسك وحلب قبل أيام والتي طربت محافظة الحسك بالمحافظات الأخرى استشهد خمسة مدنيين بينهم طفل وأوصب أربعون آخرون بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على عدد من أحياء مدينة حلب وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب لمراسل الإخبارية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب واصلت اعتداءاتها بالقذائف على أحياء المدينة حيث استشهد جراء ذلك أربعة مدنيين بينهم طفل نتيجة سقوط إحدى القذائف على سيارة كانت تقلهم في حي الأعظمية كما استشهد مواطن وأوصب أربعين آخرين جراء سقوط قذائف على أحياء الجميلية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدينة مشاهدين نهاية الموجز والآن عودة إليك فرح نعم شكراً إليك زميلتنا علامة غرفة الأخبار وهلأ أكيد وصلنا لآخر فقرة في صباحنا غير وين وصلنا سالي؟ أكيد حنروح لتقريرنا أكيد من دمشق حيث تمتاز أسواق الدمشق القديمة شغلات فيها عديدة ومتنوعة ولكل موسم له فنه الخاص وفصله حيث تجد بسوق دمشق القديمة جميع الاحتياجات من البابوج مثل ما بيقولوا للطربوش ومن أهم هذه الأسواق سوق الحريقة العريقة إضاءة سريعة بالتقرير التعليم تاز مدينة دمشق بالأسواق الدمشقية القديمة المتعددة والمتنوعة ففي أي موسم وأي يوم وفصل هناك سوق تجد فيه جميع احتياجاتك من البابوج للطربوش ومن أهم هذه الأسواق سوق الحريقة عرف سوق الحريقة سابقا باسم سيدي عامود نسبة للولي سيدي أحمد عامود الذي كان مدفونا فيها أما اسم الحريقة فأطلق على المنطقة بعد الحريق الذي شب فيها أيام الانتداب الفرنسي حين قصفت القوات الفرنسية دمشق عام 1925 هذا القصف الذي أدى إلى دمار أصاب الكثير من البيوت والآثار المعمارية الهامة والحريقة بدأت في هذا المكان عندما سقطت قضيفة مدفعية أطلقت من قلعة المزة فوق قبة حمام الملكة في سيدي عامود فاشتعلت النيران وامتدت إلى البيوت والمحلات المجاورة والتهمت فرن جبران وزقاق المبلت وراء سوق الحميدية ثم زقاق سيدي عامود وبعض من سوق متحة باشا ليعود الألق إلى السوق مرة ثانية على أيدي أبنائه الذين أعادوا بناءه ليكون عقدة وصل بين الأسواق الدمشقية ونبضي الحياة فيها فهو يعد من أهم الأسواق الدمشقية اليوم ولد سوق الحريقة أهمية تجارية كبيرة بالنسبة للسوريين فقد بني بالقرب منه غرف صناعة وتجار الدمشق تلك الأبنية الواقعة قرب سوق الذهب فجعل ذلك من سوق الحريقة عصب الحياة التجارية في المدينة القرب التجاري من الأبنية الرسمية للسوق أعطى المكان أهمية عن باقي الأسواق المنتشرة في دمشق فنرى حركة التجار الكثيفة في تلك الأبنية القريبة من محالهم في السوق وكذلك مكاتبهم الصغيرة المنتشرة فوق المحال التجارية في وسط الحريقة سوق الحريقة عادة لا يعرف موسم معين فحركة الناس نشيطة في أي يوم وأي شهر وربما في أي فصل ويقدر عدد التجار في هذا السوق ما يقارب العشرة آلاف تاجر يحاذي سوق الحريقة من الجنوب سوق الحميدية وسوق مدحد باشا من جهة الشمال وجادة الدرويشية غربا وسوق الخياطين شرقا سالي وصلنا أكيد لفقارتنا الأخيرة ورح نحكي أكيد عن تنقيبات الأثرية التي كشفت أن التدمرين القدماء عرفوا مستوى عال من التحنيد بناء على معتقداتهم الدينية بوجود حياة ما بعد الموت مما يدل على المستوى العلمي المتطور للحضارة التدمرية التي قدمت للبشرية إرثا كبيرا من العلم والمعرفة لحتى أكيد نتعرف على تفاصيل أكثر عن التحنيد في الحضارة التدمرية معنا بالاستوديو دكتور خليل الحريري مدير متحف تدمر يسعد صباحك دكتور صباح نور أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة أهلا وسهلا نورنا دكتور بداية نحن نفتخر بتراثنا وبحضارتنا وبإرثنا الحضاري العريق على مدى آلاف السنين خلينا نحكي أو ناخد فكرة بشكل عام بداية التحنيط اللي هو المادة اللي بيتم التحنيط فيها لا تعمر نحن طبعا قبل ما نحكي عن التحنيط لابد ما نعرف شو هو السبب اللي أدى للتحنيط أهل تدمر طبعا تدمر مثل ما بتعرفوا حضارة واسعة وقوع تدمر على الطريق التجاري العالمي أنا ذاك طريق الحرير تلقى كثير من الثقافات والأديان وتعدد في الآله فأخذت وأعطت أثرت وتأثرت فأنا دائما أقول نبع أفقى تدمر المقدس حمل ثقافة أهله وديانتها لينشرها إلى العالم الجميع نعم فأخذ وأعطى فمع الورع الديني لأهل تدمر وتمسكن بالعبادات والعقائد الدينية فكر التدمريون بإنشاء المعابد الدينية التي تحيط تدمر من أجل حماية تدمر فإنشعوا عدد من المعابد المهمة فكان لتعدد الآلهة دور كبير في خلق نوع من الديانات المختلفة والمتعددة نعم فمع الورع الديني فكر التدمريون كان عفوا شغل الموت حيز كبير في حياة أهل تدمر نعم فأقاموا له الأوابد والصروح الضخمة من المدافن نعم فنحن عندما نذهب إلى تدمر ننظر لا نجد بيوت ما زالت قائمة فكانت حياة الدنيا بالنسبة للتدمريين حياة الفناء أما حياة البقاء هي حياة المدافن فلذلك يهتموا ببناء المدافن وبنوا المدافن البرجية الضخمة والمدافن البيتية والمدافن الكهوف والمدافن الأرضية لتخليد أجساد أموات أمواتهم فآمنوا بالحياة التانية حياة ما بعد الموت فدائما كل مدافن بنلاقي على بابه حجر تأسيس أو على الساكف مكتوب عليه هذا المدافن بناه فلان ابن فلان ابن فلان ليكون مقرلا له ولابنه إلى الأبد حياة الخلود وحياة خلود النفس وحياة الأبدية اسمه التدمرية الأرامية بيت علمة يعني مقرل الأبدية أو الخلود فبما أنه التدمر آمن بالخلود والحياة الثانية فليس من المستغرب أن يقوموا بعملية التحنيط فالتحنيط فالتحنيط شو هو التحنيط التحنيط هو تحنيط الجثة الميت ولفها بالأقمشة مع وضع المواد الكيموية والعقاقية اللازمة لها لاستخراج الدهون والمواد السائلة من الجسم لمنع تعد البكتيري عليها وانتشار الجراثيم لتمتد إلى فترة أكثر وزمن أكثر حتى يكون الجسم بهيئته الكاملة عندما يقابل الآلهة أو عندما تعود الروح عليه فلذلك كانوا يلف الجسم من أخمص القدم إلى أعلى رأس مع إبقاء الفم مفتوح ليش؟ إبقاء الفم مفتوح اعتقادا منهم إن بأن الروح التي خرجت من الفم ستعود إلى صاحبها من خلال الفم نعم هي اعتقادات اعتقاداتهم طبعا اعتقادات الدينية فبقى الفم مفتوح طبعا التحنيط بتدمر كان قائم على أساس ومعتقد ديني ثابت وراسخ في حياة الفرد التدمري برغم من تنوع الاعتقادات الدينية نعم فكانت حياة الفرد التدمري مرتبطة بالطقوس الدينية وتعدد الآلهة فكانت المعابد الدينية المكرسة لعبادة الكثير من الآلهة وقدرتها على الانبعاث وعودة الروح وعودة الحياة من جديد وذلك بعودة الروح إلى جسم الميت المحنط واستقرار الروح في جسم الميت المحنط باتحاد ما بين الروح وجثة الميت نعم يمكن تفاصيل عم نحكيها فرع عن التحنيط يمكن شوي هي بدها شرح وبدها تفصيل رح نروح تماما هي شوي فيها فلسفة ولكن فلسفة مفيدة رح نروح لنتابع شيء من محاضرتك دكتور وتفصيلك ونرجع لنا نحكي أكثر كشفت التقنيات الأثرية أن التدمريين القدماء عرفوا مستوى عاليا من التحنيط بناء على معتقداتهم الدينية هذه النقاط وغيرها استعرضها مدير متحف تدمر الدكتور خليل حريري خلال محاضرة ألقاها في البيمرستان النوري متحف الطب والعلوم بدمشق مبينا أسرار التحنيط كجانب من حضارة تدمر المشرقة والتقوس والشعائر الدينية التي فرضت هذه العادة بعد الموت في حياة هذه الثقافة السورية واليوم نحن السوريين أبدأنا موضوع التحنيط من 10 ألاف سنة قبل الميلاد عثرنا على جماجم محنطة بتل الأسود وبتل الرماد واستمرت هذه الفكرة لرفض للموت مشان البقاء اليوم بتدمر رجع طائر الفنيك رجعنا من أول وجديد ليحدثنا الأستاذ خليل حريري عن التحنيط عند التدمريين موضوع التحنيط عند التدمريين هو موضوع بيعطيكي بريق جديد بحسسك أنه في شي جديد يتعلق بتدمر ما زلنا إلى الآن ما بنعرفه تدمر الكنز الكبير يلي استهدف بالأحداث لم تعود إلى الحياة إلا إذا عرفناها أكتر واللي نحن بحاجة لأله هو مو بس نعرفها أكتر نحن بحاجة أن نتذوقها أكتر وأن نحياها أكتر فتدمر ما عادت بالنسبة لألنا بقعة يوم من الأيام دمرها الفساد والسواد والشعب الشعب يلي فكره أسود بالعكس تدمر اتخذت لها بريق جديد واتخذت لها لمعان جديد موضوع التحنيط كتير مهم التحنيط بسوريا بيختلف عن التحنيط بمصر إليه تقنية خاصة طبعا هذا الموضوع مهم بسوريا نضيق عليه نضيق على كل تاريخنا الحلو وتاريخنا كتير يعني أنا بكتير بهمني إنه السوري يعرف تاريخه أنا صلي 30 سنة معرف تاريخ سوريا للأجانب بس للأسف السوري ما كتير بيعرف تاريخه لذلك هالإضاءات وهالحضور هذا الجميل اللي عم يجي يتعرف على تاريخ سوريا يلي بيعرف تاريخ سوريا الحلو والمشرف بناء على الوسائق حقيقية من وسائق السورية وختم الدكتور خليل مدير متحف تدمر محاضرته بأن تدمر مدينة عظيمة بما تحويه من كنوز ثمينة لا ترحل ولا تنضب بدءاً بقوس النصر والمسرح والمعابد مروراً بالأعمدة والتيجان المزخرفة وأسوارها الدفاعية وتنوع مدافنها ناهيك عن متحفها الذي يحوي بين أروقته نتاج أهلها وفنونهم ومنحوتاتهم ووحاتها الجميلة ما يدل على عبقرية أهلها وما قدمته للبشرية من فن وإبداع مميزين دكتوري أعطيك العافية أول شيء على هي المحاضرة وكننا عم نحكي أنه يمكن مدى الصيرة من الوقت ما بتكفي لحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه أكيد الوقت بالنسبة للتحنيط بده وقت طويل جداً بالنسبة للتدمر أطول لكن نحن لحن نقتصر بحيث أنه نوصل فكرة بسيطة للمشاهدين دكتوري خلينا نحكي اليوم عن التحنيط عند التدمرين بشكل خاص كل طبقات المجتمع كانت ممكن يحنطوا أو في طبقات معينة تخليداً لألون أنه ممكن ينبعثوا من جديد دوح هاي أستاذة عاملوا بعنوان جدلي التحنيط نعم يا هل ترى أنا بسأل حالي وبيجاوب عن نفسي هل التحنيط كان لكافة الناس؟ نعم هل التحنيط اختصت فيه الطبقة الغنية؟ هل التحنيط كان مستورد وتأثرنا فيه من المصريين؟ أم هو صناعة محلية؟ نعم اختراع محلي أول شي نحن إذا حكينا أنه التحنيط خصصت طبقة الغنية بتدمر فالاكتشافات الأثرية الحديثة وبدأ حبه وضح لكم أنه الآثار كل اكتشاف بيغير شيء بالآثار ليس هو علم ثابت فكل اكتشاف جديد ممكن يغير شيء فبناء على اكتشافات الحديثة أنا عملت مدفن بالألفين وخمسة على السور الدفاعي بتدمر نقبته فاتفاجأت كان المدفن من الحجر الغشيم القديم وغير منظم هندسيا وما في لقاية أو شغلات مهمة رغم ذلك طلع فيه بقاية ثلاث محنطات مدفن فقير جدا بنفس الوقت كان فيه مدافن لأغنياء منهم أعضامج الشيوخ أعضامج الشعب رؤساء قوافل كانوا عاملين مدافن تحت الأرض هدول ما بيوضع فيهم المحنطات إلا بالمدافن الأبراج أنا اكتشفت مدفن برجي بقاية مدفن برجي فيه محنطات لكنها مهترأ شوي والمدفن قديم هاي اندل بيدل على أنه شريحة من الشعب التدمرية هي حنطت تأثرت بالمصريين وجود كتابة للآلهة إزيس بتدمر لآلهة المصرية زوجة أزريس ما إجا عن فراغ عن تدمر دليل أنه شريحة من أهل تدمر آمنت بالديانة المصرية فبغض النظر عن الفقير أو الغني فالتحنيط دائما درجات كل واحد حسب مستوى نحن هون بواقعنا إذا ما نفوت على أي مقبرة بلاقي واحد عاملة برخام واحد عاملة بحجر واحد عاملة ببلوك واحد ما عاملة بشيء كل واحد حسب مستوى المادي فهيك كان بمصر مصر كان لعامة الشعب بينما بتدمر شريحة من الشعب بغض النظر عن الفقير أو الغني لكن كيف وصل إذا اعتقدنا أنه التحنيط كان من مصر فكيف إجا من مصر إلى تدمر التحنيط من مصر كان حكر على الكهنة فكان الكاهن وحده يتعلم التحنيط ويعلم التحنيط إلى أحدى طلابه أو تلاميذه أو أحدى ورطه لابنه لا تبقى الشغلة هي موجودة ومتوارثة تبقى محصورة بين الكاهنة وحده ورثته لأنه تدور أرباح طائلة جدا فما كان يعلمها لذلك مات التحنيط بمصر مع موت الكهنة فكيف إجا على تدمر؟ تدمر كان لعلاقات تجارية قوية جدا مع مصر وكانوا أهل تدمر أغنياء واحتلوا مصر وقبل كان في علاقة قوية في كان استقرال تدمر بمصر في مدينة قفط تأثر فيه من ناحية الآثار ومن ناحية المنحوتات أخذنا وعطينا يعني فلابد أنه أحدى تجار التدمريين الأغنية اشترى الكهنة أو أغراءهم بأموال طائلة فجابهم على تدمر أو أخذ كهنة من تدمر علمهم فكرة التحنيط فالتحنيط رغم أنه إذا قلنا مصري اختلف بتدمر اختلف حسب العقيدة حسب العقيدة الدينية التدمرية وحسب المواد المتوفرة بتدمر نعم يعني دكتور بدنا نتشكرك على كل المعلومات التي قدمت لنا هنا ومن ظل نقول أننا دائما الحضارة التدمرية حضارة جدا عريقة بكافة التفاصيل بدنا نقول لك شكرا نتمنى لك كل التوفيق الموضوع جدا مهم وما بيكفي ممكن هذا الوقت لا أنا ما حكيت واحد بالمية أكيد الحديث رأي طول معك ولكن حيكون لنا وقفات تانية لعدة محاضرات حضرتك عم بتقوم فيها إن شاء الله أنا إلي الشرف الكبير أنه أوصل الفكرة للناس لأنه للأسف كل الناس بتعرف أنه التحنيط فقط بمصر وما عرفوا أنه التحنيط بسوريا موجود حتى قبل تدمر وقبل مصر أنا بدي ألفت انتباهكم في كان اكتشف بي عنها حوالي دمشق بالتل الأسود صحيح الجماجم المقولة به هي لتقديس الأجداد تماما المغطة بالجبس بالجبسين يعني مثل ما تقولي نوع من تحنيط هي لتقديس الأجداد نعم فنحن سابت منهم للمصرين بس للأسف إن العلماء ما هتموا بالتحنيط التدمرين مثل ما هتموا بالجبس حتى يعرفوا شوه كيف كان المستوى المعيشة كيف كان الأمراض دكتور خليل عم بيطالب ويمكن بوسائقي خاص للطحنيط يمكن هلأ عم يقولوا موضوعه جدا مهم ويمكن حكيته أنت بشكل مختصر لمشاهدينا وبشكل بسيط ولكن حيكون إلنا وقفات تانية مع حضرتك نورد صباحنا ونحن نفتخ بالإرض الحضاري ومنحب أن نتعرف نحن ونعرف ما كلنا منعرف هدول القصص ولكن الخبراء فيها ودكتور مثلك شرحت لها بشكل مبسط كل الشكر لك دكتور نورد صباحنا أهلا وسهلا شكرا لك الله يبارك فيكم شكرا لكم يعني سالي وصلنا لنهاية برنامجنا الصباحية لليوم نتمنى نقدمنا طبعا كل المتعة والفايدة كثير من الضيوف وكثير من المعلومات وكثير من الفقرات الجديدة رح تكون مرافقتنا بكرة بتمام الساعة التاسعة صباحا لإعادة دائما وحدة بالله نقول شكرا لك المين تابعنا لك المين رسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك شكرا وأكيد سالي بدي أتمنى لك بقية النهار ممتع أكيد وأنتي فرح لك و لعائلتك إن شاء الله جمعة مباركة لجميع اللي هلأ حضروا فطورهم حضروا فنجان القهوة وشكرا أكيد لكل اللي تابعنا بدنا نتمنى لكم بقية النهار يحمل كل الحب كل الأمل وكل الطاقة الإيجابية دفوا حالكم منيح أزابتكم تطلعوا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر